وادي الدوم الأولى ووادي الدوم الثانية تشابهت الأسماء والوقائع ولكن اختلف المكان والزمان ففي الأولى أسر حفتر في حرب قادها مع الجارة تشاد إبان حكم القذافي وفي الثانية أسر شباب من المنطقة الغربية أعلنوا تبعيتهم لحفتر بعد إعلانه بدأ الحرب على العاصمة المجلس العسكري لثوار الزاوية أعلن تسليم كفة الأسرى البالغ عددهم نحو 128 يتبعون اللواء 106 بشكل رسمي إلى غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد حنيش مصادر متطابقة للأحرار أكدت أن مسلحي كرامة وقعوا في الأسر بكامل عتادهم وأسلحتهم بعد كمين نصب لهم قرب كبر 27 إلى جانب السيطرة على 40 مركبة عسكرية شباب في مقتبل العمر ملأت صورهم منصات التواصل الاجتماعي بعض غرر به نتيجة التضليل الإعلامي وفق ما صرح به عدد منهم في مشهد يأمل الليبيون ألا يعمق الجراح بين أبناء الشعب الواحد عشرات الأسرى ألقى بهم قائد عملية الكرامة في مواجهات مسلحة دون أي خطوط إمداد أو اتصال في إعادة لما أقدم عليه في وادي الدوم في ثمانينيات القرن الماضي ليقعوا أسرى لعملية وادي الدوم الثانية غير أن تعطش حفتر للسلطة في هذه المرة يحمل النسيج الاجتماعي الليبي ثقلا آخر في المنطقة الغربية في الوقت الذي تحاول فيه جهود المصالحات إصلاح ما أفسده حفتر في شرق البلاد وجنوبها